أي وقبلها تبنى نظرية المؤامرة العزيزة على قلب قيس عيد وقال أنه تونس ستعرض إلى مؤامرات داخلية وخارجية وأنه سيقف على تونس أنا أعتقد أنه العلاقة مع الجزائر تحكمها الجغرافيا طبيعي جداً أن يكون عنا علاقات متميزة ولكن الحقيقة مساندة الجزائرية على المستوى الاقتصادي ضعيفة وضعيفة جداً حتى الوداية اللي حكي عليها صرحان كانت بمبالغ زهيدة جداً بخمسين مليون دولار مئة مليون دولار وفي شهر ديسمبر وقت اللي احنا عنا ترو هذي صغرة في قانون مالية ب4.3 مليار دينار تقريباً معز تزير عطاتنا 300 مليون دولار 200 مليون دولار قرض نذكر ما أعنوش حتى على تفاصيل امتاعك آي منزل شفرعي درسمي محطوش إلا ما بعد بصدر هرلي قام عاملة نفاذ المعلومة بالضبط ومئة مليون دولار هيب معناها لحقيقة المبلغ لا يسمن ولا يغني من جواهة برك الله وفيهم نذكر الجزائر توا قاعدة معناها في كروسونس كبيرة معناها قاعدة تستثمر في صناعات متاحة وغير وبالتالي ما ناشوش نلقاها والحقيقة والدولة منافسة لنا مش المغرب فقط ولكن حتى الجزائر على المستوى الاقتصادي طبيعي جداً أنه تونس هي امتداد للأمن الجزائري والعكس كذلك هو صحيح كما ليبيا في نفس المنطق ولكن عمرها ما صارت انتجراسيون ايكوناميك ما بين تونس والجزائر اندماج اقتصادي ولحقيقة المسألة مغيبة تماماً معناها في العشرة سنوات كنشوفوا مستوى التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية ما بين تونس والجزائر ضعيف وضعيف جداً للأسف الشديد هذا دي ما نقوله فيه ولكن أنا فقط تم ساعات ما ونحكيه ياسر على السيادة معناها عند رئيس قيسعيد احنا عنا زوزة نواعة كما قال الله يرحمه سيحمد المغير بي زوزة نواعة السيادة تم السيادة المحمودة والسيادة المنبوذة المحمودة هي اللي تمشي في نفس اتجاه سيد الرئيس الجمهورية رأوا في تدخلات يمنة وشمالاً ونلقاه في رئيس وزراء ايتاليا تحكي مع رئيس الجزائري على تونس وتحكي مع وزير الخارجي الامريكا على تونس ومع مكرون على تونس وهذا تدخل في شأن الداخل التونسي وسمعنا وزير في ايتاليا وزير ايتالي يحكي انه يجب مساعدة تونس حتى لا يرجع الاسلام السياسي هل البعب عادية اللي موجود هذا تدخل سيفر في شؤون داخلية تونسية حتى لا يتم انتخاب كان هذا مش تدخل شنوه تسميه تدخل وماريناش ردة فعل من وزارة الخارجية كما صار مع المسألة متاع الامريكان حول الديبلوماسيين والعنصورية والعنصورية والبارح جاوبة وزارة الخارجية ايضا وثم معناه سيادة تدخل في السيادة التونسية منبوث لانه ضد التمشي الحالي لتونس ثابتوا نروحكم روى المسألة مبدئية احنا نرفض تدخل في السيادة الداخلية تونسية مهما كانت الاسباب وحاجة اخرى مهمة راوى عندما تغلق ابواب الحوار الداخلي معز فانت تفتح طريق وتشرع للتدخل الخارجي